السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سأقوم بشرح تدريبات الكتاب على قاعدة الكتابة حدف ألف ما الاستفهامية طبعا قمت سابقا بشرح قاعدة حدف ألف ما الاستفهامية بالتفصيل الآن سوف نتحدث عن تدريبات الكتاب طبعا مطلوب الحل على الكتاب بالنسبة للتدريب الأول مطلوب أكتب أسئلة مبدوئة بما الاستفهامية المتصلة بحرف الجر المناسب للإجابات والمواقف الآتية كما في المثال ثم أكتبها في دفترك طبعا هنا مطلوب مننا أن يعطانا هنا الإجابة نريد أن نضع سؤال لهذه الإجابات ولكن طلب مننا أن تكون هذه الأسئلة مبدوئة بما الاستفهامية المتصلة بحرف الجر إذن هنا أعطانا مجموعة من الإجابات مطلوب من الطالب أن يضع أسئلة لهذه الإجابات وشرط أساسي في هذه الأسئلة أن تكون مبدوئة بما الاستفهامية المتصلة بحرف الجر المناسب طبعا كيف نعرف أي حرف جر مناسب حسب السؤال أو حسب المعنى أعطانا مثال يرسم الطلبة بالألوان أعطانا هنا مثال على ذلك أعطانا الإجابة وهي يرسم الطلبة بالألوان ما السؤال المناسب لهذه الإجابة وشرط أساسي أن يكون هذا السؤال هو عبارة عن ما الاستفهامية المتصلة بحروف الجر طبعا لو إحنا أو قلنا سابقا أن المال الاستفهامية عندما تتصل بحروف الجر وشرحنا كيفية ذلك تصبح عبارة عن عما ولدينا لما وبما وعلا ما وفيما وإلا ما ومما نريد أن نختار واحدة مناسبة لهذه الإجابة يرسم الطلبة بالألوان هنا وضع لنا السؤال المناسب هي عبارة عن بما يرسم الطلبة بما يرسم الطلبة تكون الإجابة يرسم الطلبة بالألوان إذن لدينا إجابات علينا وضع أسئلة لهذه الإجابة ولكن هذه الأسئلة يجب أن تحتوي عمال استفهامي المتصلة بحرف الجر طبعا بحرف الجر المناسب حسب المعنى ننتقل إلى يكتب المعلم على السبورة يوجد لدينا هذه الإجابة ما السؤال المناسب لهذه الإجابة هل نختار طبعا علامة أم نختار عما أم لما أم بما أم إلى ما أم مما أما فيما طبعا لماذا قمنا باختيار هذه كأسئلة لأنه طلب منا في السؤال أن نختار مال استفهامية هذه الأسئلة يجب أن تكون مبدوعة بمال استفهامية المتصلة بحرف الجر طبعا ما المناسب هنا أن نقول السؤال المناسب يكون هو على ما يكتب المعلم فتكون الإجابة يكتب المعلم على السبورة كأننا نقول على ما يكتب المعلم تكون الإجابة أو مثلا على شو يكتب المعلم تكون الإجابة على السبورة إذن هذا هو السؤال المناسب نقوم بكتابته نقوم بكتابة ألف هكذا على ما يكتب المعلم بجانب فرع ألف ننتقل إلى با سألني أبي عن نتيجات الامتحان ما السؤال المناسب لهذه الإجابة هل نقول بما سألني أبي أم نقول لما سألني أبي أم نقول مثلا عما سألني أبي المناسب أن نقول عما سألني أبي إذن هنا نختار طبعا المناسب حسب المعنى نقوم بتجربتهم جميعهم ولا أنسب نقوم باختيارها إذن عما سألني أبي هذا هو السؤال المناسب للإجابة فتكون الإجابة سألني أبي عن نتيجات الامتحان ننتقل إلى جيم تحب الطالبات سعادة لأنها متعاونة ما السؤال المناسب لهذه الإجابة هل نقول بما تحب الطالبات سعاد أو إلى ما تحب الطالبات سعاد أم علامة أم نقول فيما أم نقول مما أم الأنسب أن نقول لما تحب الطالبات سعاد إذن اختيارنا يكون أيضا من خلال النظر إلى الإجابة الإجابة لأنها متعاونة إذن من الأنسب؟ الأنسب أن نقول لما تحب الطالبات سعاد فتكون الإجابة تحب الطالبات سعاد لأنها متعاونة إذن نقوم بكتابة لما تحب الطالبات سعادة نقوم بكتابة الإجابة بجانب الجملة ألف وبا وجيم هذا بالنسبة للسؤال الأول ننتقل للسؤال الثاني صل حروف الجر اللام في من هنا حدد لدينا هذه حروف الجر اللي هي اللام وفي وأيضا من على التوالي بماء الاستفامية ثم املأ بها الفراغ فيما يأتي ثم املأ فيها الفراغ فيما يأتي طبعا هنا أحضر لدينا اللام وقال لنا أن نوصلها بماء الاستفامية فماذا تصبح لما إذن عندما نقوم بدمج ماء وشرحناها سابقا ماء الاستفامية بحرف الجر اللام تصبح لما نحذف ألف ماء الاستفامية ونضع بدلا منها الفتحة وعندما أيضا نقوم بدمج أو وصل فيه بماء الاستفامية نحذف ألف ماء الاستفامية ونضع بدلا منها فتحة وندمج أو نوصل في الماء في المين فتصبح فيما وأيضا بالنسبة لام عندما نقوم بوصلها مع ماء الاستفامية نحذف ألف مال استفهامية ونحذف إنه ونضع بدلا منها ميم فيصبح لدينا ثلاثة ميمات قلنا سابقا ننزل ميم الأولى وندمج ميم وميم مع بعض في ميم واحدة ونضع الشدة فتصبح ميمة وهذا شرحته سابقا ونضحها على الترتيب هنا طلب منا فقط أن نقوم بوصلها وضحها بالفراغ على الترتيب طبعا هون زي كأنه غششني يعني أول إشي حكالي اللام مع ما بعدين الفي مع ما بعدين من مع ما حكالي هيك رح يكون الترتيب غششني الإجابي بس هون شو بيهموا في هذا السؤال بيهموا أنا كيف بدي أدمجهم كيف بدي أدمج حروف الجر مع مال استفهامية قال المذيع فراغ لا نعمل على فتح باب الاستثمار الخارجي حكالنا صن حروف الجر على التوالي بمال استفهامية ثم ملأ بها الفراغ يعني ادمج حروف الجر على الترتيب مع مال استفهامية وملأهم بالفراغ برضو على الترتيب هنا الأنسب أن نقول لما لا نعمل على فتح باب الاستثمار الخارجي إذن نضع في الفراغ هنا ماذا؟ لما؟ نضع في الفراغ لما؟ نركز على كيفية كتابتها ننتقل إلى با قال صديقي سؤال الناس عن أشياء لا يملكونها يقول لنا هنا الأنسب أن نقول فيما؟ قال لي طلب منه هون أن نضحه مع الترتيب فيما سؤال الناس عن أشياء لا يملكونها إذن نقوم بوضع في الفراغ فيما هون زي كأنه غششني حكالي رح يكون عندك بالفراغ الأول اللام زائد الماء والفراغ الثاني فيه زائد ما والفراغ الثالث من زائد ما بس هون شو هدفه؟ هدفه شوف أنا كيف بدي أوصلهم أو أدمجهم مع بعض رح أعرف أكتبهم ولا لا جيم قال الطبيب للمريض مما؟ تشتكي رح يكون عندنا إذن جيم رح تكون مما وخلينا نركز على كيفية كتابة مما إذن في هذا السؤال طلب مني أني أوصل حروف الجر مع ما الاستفهامية وأحطهم بالفراغ على الترتيب يعني أول إشي اللام مع الماء بعدين في مع الماء بعدين من مع الماء شو هدفه من هذا السؤال اشوف أنا كيف لما بدي أوصلهم مع بعض هل رح أعرف أكتبها بطريقة صحيحة أم لا؟ طبعا بالنسبة للسؤال الأخير وهو املأ الفراغ في جمل الآتية بواحدة من الآتية حكالي يا إما رح تختار هون بما أو على ما أو مما أو فيما أو عما أو لما طبعا أنا كيف رح يكون اختياري حسب المناسبة بجرب واحدة واحدة والأنسب حسب المعنى هي اللي بختارها طيب تعال خلينا نشوف هون بالنسبة لألف خلينا نيجي هون نيجي على ألف طيب خلينا نشوف بالنسبة لألف طيب أول إشي يرمي اللاعب الكرة مين الأنسب أنه نختار؟ هل مثلا نستطيع أن نقول علامة ولا مما ولا فيما ولا عما ولا بما ولا نحليها لما يرمي اللاعب الكرة الأنسب أن نقول لما يرمي اللاعب الكرة طيب هاي بالنسبة لواحد ننتقل إلى با تخاف وأن تصاحب حق هل نقول مثلا من الأنسب council أن نقول علامة ولا مما ولا بما ولا فيما ولا عما ولا لما الأنسب أن نقول مما تخاف وأنت صاحب حق زي كأنه يحكي له من شو خاي تخاف وإنت صاحب حق أو من ما تخاف وأن تصاحب حق إذن الأنسب أن نضع مما ننتقل إلى جيم الفراغ تتحدث من أن نقول بما على ما مما فيما عما ولما مين الأنسب أو مين من حسها مناسبة أكثر لهي عما تتحدث ذي كني بحكي له عن ما تتحدث أو عن شو تتحدث إذن الأنسب بيكون عما إذن هون اختياري بيكون حسب مين المناسبة أكثر أو مين الأنسب هي اللي بحطها بالفراغ